عم بتكون جاهز لخطوة تانية خطوة جديدة بحياتك مرحلة تانية ممكن من تطوير مهاراتك لشي معين تقدم بشغلك عم بتورجي إنجازاتك عم بتكون جاهز لتحدي جديد ممكن لتثبت حالك هذا الشخص ممكن يعني للبعض صديق أو علاقة صداقة جديدة مفيدة لإلك يعني طبعا هذا الكلام للبعض إذا كان موضوع الإشي الجديد أو إنك عم بتورجي شغلك أو عم تظهر إنجازاتك مش منطقي بالنسبة لكم بالذات اللي ما بيشتغلوا فهو ممكن يكون هذا الشخص صديق بحياتك عم بيفيدك بخبر أو معلومة مهمة بالنسبة لك أو عم بيساعدك كأنك عم تنتقل من حالة الارتباك والبطء في نمط حياتك لحالة انشغال يعني في عندي هون كروت الأبراج الترابية كروت العمل عم تنتقل ممكن من حالة الكسل لحالة الحماس فيه إشارة إنك رح تحصل على إشي كان بدك يا ببداية الشهر على الأغلب إشي مادي أو عملي ممكن لدعم لمساعدة لأموال مساعدة من أحد الأشخاص ممكن أو ممكن تكون مستقل بعملك تفتح مشروعك الخاص ممكن أو تبدأ بداية عملية جديدة فيه ناس بتخاف بتكون خايفة عم بتحس حالك هيك ممكن البعض يكون عنده أرق ألأ حزن بدك أجوب إلى أسئلة محتار كمان بتشير له هذا الكرت بتشير لممكن للبعض بقليلة لمشاكل صحية الأرق واحدة من المشاكل الصحية أو الصداع يعني إشي بسبب نفسية مشاكل صحية بسبب تعب نفسي فبتكم بتديروا بالكم بدكم ما تكونوا حساسين زيادة عن اللزوم يعني أنت عم بتحس هيك على الرغم من إنك الشخص اللي هون المستقر الذكي اللي عنده قدرة وطموح عالية بس هون المشكلة بهذا الكرت زي ما حكيت بمشاعرك الحساسية للزيادة مرات بتعلي عند هذا الشي مع إنه انتهى وخلص بس معقول عند البعض منكم عم بحس إنه ممكن يكون هذا الشخص بالعمل أو بعلاقة عاطفية أو بحياتك الاجتماعية شخص عم بيستغلك يمركز عليك يعني فيه علاقة آسية بينك وبينه ممكن يكون أحد أفراد العالي شخص أكبر منك بالسن ممكن يعني خلافه معك بخصوص إنه عم بتحكم فيك أحيانا البعض ممكن بخصوص وجهة نظر أو رأي بشيء بعنيلك أنت بخصك أنت يعني هو بيعتبرك الشخص اللي مش واضح هون بده يعرف سرك أحيانا بده يسيطر عليك أكتر بس أنت بدك تمشي وراء حدسك بس أنت شوي شوي يعني وضعك نفسياً ومعنوياً يعني هون التحسن المادي وهون معنوياً عم بتكون أفضل عم بيكون عندك ذكاء عم يعني عم تملك العلاقات التأدير الذكاء المادة أو بمعنى أدق يعني إذا بدأ أختصر مش ناقصك إشيء هذا الكرت ممكن يظهر إنك عم تتعامل مع شخص من برج الحود كمان هذا كرت برج الحود أو أي شخص من برج مائي أمين على سرك ممكن ما بعرف قديش منطقي هذا الكلام بالنسبة للبعض هذا كرت الأبراج الهوائية عندي هون إذا عم تتعامل مع جوزاء أو دلو أو ميزان كمان طاقة الأبراج كلها موجودة على كل حال الأبراج احتمالات بس بحب أذكر شو طاقة الأبراج الموجودة وشعن إذا بتحبوا الطابق بالنسبة لللي بصير معكم هلأ ممكن تكون عم بتفكر بيسفر البعض إذا مش منطقي إنه يسافر فبيكون أخد قرار وبانتظار نتيجة يعني أنت هون عم تستنى عم تستنى نتيجة إشي معين عم تنتظر احتمال عم تنتظر زي ما حكيت سفر احتمال كمان يكون تفسيره إنك عم بتقوي حالك بالأمور الروحانية فالنصيحة هون إنه كمان بتدك لأنه فيه شخص اللي طاقته سلبية هون فنصيحة إنك حاول تعمل بس ما تحكي يعني مش شرط تحكي عن كل إشي بتعمله حاول تكون كاتوم هذا الشخص اللي هون بالعادة كاتوم الشخص كاتوم بحفظ الأسرار وبعرف الأسرار فحاول ما تحكي عن الأشياء اللي بتعملها قبل ما تصير يعني إذا عندك هدف معين حاول ما تحكي عنه أو تحكي شو عم تعمل أو شو عم تشتغل قبل ما تاخد جواب بالنسبة له فخليني أنتقل للقراءة العاطفية بالنسبة لبرج الجدي على كله بالنسبة للشخص اللي عم تتعامل معه هون عم بشير إنه عايش بحاله عنده جوه الخاص عنده حياته الخاصة عم بشوف حياته زي ما هو بده مش عم بعيرك اهتمام عم بتحسه غامض أحيانا ممكن تكونوا بعاد عن بعض بالمسافة ممكن ببلدين مختلفين ممكن منفصلين وبنفس البلد ممكن منفصلين وبنفس البيت بس فيه بعد بالتواصل حتى للمتزوجين زي ما حكيت ممكن أحيانا انفصل بس بنفس البيت يعني أحيانا الأمور ممكن ترجع لطبيعتها بس زي ما بشير هاد الكرت عندي هون فيه شيء محير مخبة عم بتحاول تكتشف شو بعقل هادا الشخص بس بتحس إنه فيه غموض فيه إشي ما عم بحكي لك يا فيه إشي ما عم تعرفه مش عم بيكون واضح معك معقول البعض يفكر بخيانة عند هذا الشخص معقول فيه يكون شخص تاني أو أشخاص لأنه هون يعني مش ثابت هذا الشخص هون كمان مش ثابت عم بتطلع على خيارات تانية بحياته يعني ما فيه إشي واحد ما عم بتشير كروته ما عم بتشير لإلك أنت تحديدا عم بتشير لأشخاص بحياته أشخاص بعاطفته أشخاص بعقله أو إذا مش منطقي هذا الإشي بالنسبة للبعض فممكن تكون أنت زي ما حكيت أو بس التركيز أبدا هون مش عليك لو كنت عم بتعيش معه لو كان فيه تواصل بينكم هذا الشخص مش واضح أبدا معك هلأ حسب كروتك هون كمان إذا عم بدي أحكي عن موضوع أشخاص تانين عم بتحس حالك مخدوع أو حاسس أنه هذا الشخص استغلت أو ممكن عم بتحس أنك ضيعت وقت بالعلاقة بتصور فيه منكم كتير تعبان نفسيا وقلقان ويعني متوتر أو يعني ظهر بالقراءة العامة وهلأ ظهر فزي ما حكيت لسيوف بتشير للأفكار والقلق وكمان هي طاقة الأبراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلي وكأنه هذا الشخص تاركك بنص الطريق هون العلاقة بتحسها انتهت وما انتهت برغم سلبية أفكارك تجاهه زي ما بالكرت هاد بس أحيانا ممكن عم تتذكر وتتخيل قديش كان ممكن تكون العلاقة حلوة لو كملت بس أنت حاليا هذا الشخص اللي هون بهذا الكرت أظن هذا الكرت طلع كما بالقراءة العاطفية لبرج القوس فما بعرف إذا كنت عم تتعامل مع برج القوس لأنه هذا الكرت بشير للأبراج النارية كمان بس بكل الأحوال هذا انت بالقراءة هون يعني انت مش هتخرب حياتك بدونه ما عدت محتاجه أو ما عدت عاطفي أو ألان أو حزين زي الشخص لو كان هذا الإشي موجود بس بصورة أخف لأنك عم ترجع تستعيد ثقتك بحالك عم ترجع ملك نفسك وكأنك مش محتاجه بحياتك عم تستوعب وتوصل لنتيجك تستنتج أنه انت أفضل بدونه ممكن واحتمال البعض علاقه ببرج ناري علاقة جديدة عنده ببرج ناري أسد قوس أو حمل تكون خلته بالطريقة هاي يحس بالطريقة هاي احتمال فما بعرف قديش هذا الحكي مطابق بالنسبة لكم إذا بدي آجي لطاقة الأبراج الموجودة هذا كرت برج الحوت والسرطان والعقرب ممكن مشير له حدا من الأبراج المائية أبراجنا نارية وهون الأبراج الهوائية باحتمال تكون نعم تتعامل مع برج ترابي زيك على كلين زي ما حكيت احتمالية الأبراج مش يعني متفاوتة بس بحب أذكر شو طاقة الأبراج الموجودة هلأ بالنسبة للكروت اللي هون عندك يعني عندك حب بالنسبة لهذا الشخص في شخص صادق في شخص بحب وفي شخص بيلفه بدور أو يعني في بحياته حدا تاني رايح لإشي تاني يعني الومان كارد هون مش عم بشير لسيدة بقدر ما بشير يعني هون بالنسبة له هاي الكروت بيعطيك صفات السيدة اللي عم بتروح بتشوف أكتر من خيار بتشوف حياتها مش اللعوب زي ما بيحكوا يعني اللي مش سابت على إشي الشخص اللي مش سابت على إشي هذا الكروت اللي بشير له يعني في شخص بيحب شخص صادق من قلبه وشخص رايح على أشياء تانية يشوف علاقات تانية ممكن يشوف حياته يشوف مش مهتم بالنسبة لهذا الكروت هون عم يعطيني أحيانا نسبة حظوظ بالنسبة للبعض إذا بدك ترجع بعلاقة مع هذا الشخص فممكن البعض يكون في عنده فرصة تانية مع هذا الشخص بس زي ما حكيت يعني في عندي شخص هون مهتم بحاله وبشؤونه وبحياته وشخص عم بفكر وقلقان وحزين يعني في حب عند طرف أكتر من التاني احتمال عند البعض أنا حكيت إنه هاي قراءة عامة ومش شرطي نطبق على الكل وممكن زي ما حكيت هون يكون برج الجديد والعكس صحيح هاي الكروت عم بشير إنك حاول تكون إيجابي بالنسبة لحب حياتك أو حياتك العاطفية تفكر بإيجابية خلي عندك إيمان أكتر وإيجابية بالتفكير لأنها رح تجلب لك الرومانسية بحياتك أو بعلاقتك العاطفية بتصور هاي هذا الإشي منطقي بالنسبة للأشخاص اللي عم بيفكروا هيك حتى لو تركت هاي العلاقة ممكن البعض يقس من الحب أو طلع بحالة صدمة ما بده حب جديد أو علاقة جديدة فهون النصيحة إنه ما في داعي تسكر تسكر البواب وتعيش بالقلق والتفكير اللي هون اتعرف على ناس وكون إيجابي وحب الحياة وفكر بإيجابية وآمن بالحب وبالحياة الرومانسية ورح تحصل عليها أنا بتصور هون الكرت واضح إنه اسأل الأصدقاء إنهم يساعدوك تقبل الدعم من الآخرين أو اسأل دعم الآخرين إذا بتحس حالك وحيد وعازل حالك طبعاً عن الناس حاول تكون بين مجموعات حاول تنشط حياتك الاجتماعية تطلع مع أصحابك تطلع من هذا الجو اللي هون لأنه طول ما أنت بهذا الجو حتى لو حاولت تكون إيجابي بس وجودك بين أشخاص بيحبوك بين أصدقائك رح يساعدك أكتر ممكن من خلال الأصدقاء تتعرف على حب جديد كمان من خلال طلعاتك معهم اجتماعاتك معهم مناسبات الاجتماعية ممكن هذا الإشي يقدم لك الدعم أكيد رح يقدم لك الدعم وممكن يقدم